اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدرس التالت والاخير ان شاء الله يبقى انت والقانون يعني زي ما احنا شايفين الدروس يعني كبيرة طبعا لو عدناهم كده هنلاقيهم حوالي ايه حوالي عشر دروس بس ان شاء الله باذن الله كلها دروس سهلة وبسيطة ونحاول نبسطها بقدر الامكان بس هي محتاجة مننا ايه محتاجة مننا متابعة ومذاكرة باستمرار لان احنا عارفين ان الترمي التاني وقته صغير فعلشان نلحق ان احنا نخلص ونراجع باذن الله يلا كده نبدأ مع بعض وهنبدأ طبعا بالتمهيد هناخد ايه هناخد او الاول هنا في التمهيد جايب لي من رواح حضارتنا او مزار حضارة المصرية القديمة احنا خدنا الحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاقتصادية دول احنا درسناهم في الفصل الدراسي الاول زي ما قلتلك فاضل لنا الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والفكرية ان شاء الله دولة هندرسهم في الترمي التاني وهنبدأ النهاردة بالحياة الاجتماعية يلا نبدأ مع بعض تميز المجتمع المصر القديم بالوحدة والتماسك احنا عارفين ان مصر ظهرت فيها حضارة عظيمة جدا هي الحضارة الفرعونية معنى زهور حضارة في دولة ان الدولة دي مجتمعها مجتمع ناجح ومجتمع يعني صلب بيتميز باية يتميز بالوحدة فالمصريين فعلا كانوا بيمتازوا بالوحدة والتماسك بين افراد المجتمع المصري كانوا كلهم ايد واحدة كلهم رأي واحد كلهم متحدين مع بعض علشان يقدروا انهم ينهضوا بلادهم ويتتقدم البلاد وتتطور يبقى المجتمع المصري كان بيتمايز بإيه بالوحدة والتماسك حيث أدرك المصري القديم أن وحدة وتماسك أفراد المجتمع هما أساس التقدم والازدهور المصريين دول أسكية جدا من زمان خالص وحتى الآن طبعا شعب المصري ده أسكى شعبي في العالم فهم عارفين أن المجتمع علشان يتقدم علشان دولتهم دي وبلادهم تعيش وتتقدم وتزدهر وتسود العالم لازم هم يعيشوا في وحدة مع بعضهم ويكونوا متماسكين مع بعضهم ما يبقاش فيه خلافات وانقسمات بقى وحروب أهلية لا لأن ده بيدعي في المجتمع ويؤدي إلى تدهور أحوال المجتمع وسكوته وانهياره وتعرضه للاحتلال وده اللي كان بيحصل في فترات الضعف والإدمحلال اللي كانت بتيجي في نهاية كل دولة قوية في الدولة القديمة والوسطى والحديثة دايما شفنا في الترمي الأول يبقى دي أول حاجة بنعرفها أن وحدة الشعب وتماسكه كانوا هم أساس التقدم والازدهور لذلك حرص على تطبيق العدالة والمساواة علشان نوصل للإحنا يبقى عايشين مع بعض في وحدة وتماسك لازم يكون بيننا عدالة ومساواة أمام القانون بين جميع أفراد المجتمع لكن لو حدث تمييز بين أفراد المجتمع هو ده بقى اللي بيبدأ المشاكل وبيبدأ الفرقة والحقد والغل والانقسامات والحروب الأهلية وهكذا لا إحنا كلنا مهما اختلف دينا مهما اختلف يعني مكاننا لكن كلنا إيه كلنا عايشين في وطن واحد على أرض مصر سوى أنت عايش مثلا في الوجه القبلي في الوجه البحري في سينة في بلاد النوبة في أي مكان أنت مصري فليك كافة الحقوق وعليك كل الواجبات يعني زيك زي أي حد عايش على أرض إيه مصر يعني مش عشان أنت مثلا في الدلتة ليك مميزات عن اللي عايش مثلا في سينة أو في السعيد لا كلنا مصريين زي ما قلت وكلنا مع بعض كده لينا حقوقنا زينا زي بعض ويبقى فيه عدالة ومساواة بيننا وبين بعض وده اللي بيخلي الحياة أمنة وهدية ومستقرة يعني المصريين كانوا كلهم بتربطهم العدالة والمساواة أمام القانون بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم لهذا كانت حياتهم مستقرة يسودها الود تمام كده عرفنا شكل المجتمع كان إزاي طب تعالى كده نشوف هنأخذ إيه في الدرس ده هندرس طبقات المجتمع المصري والأسرة والعلاقات الأسرية والمسكن والأساس والملابس والزينة العادات والتقاليد وسائل التسليه والطرفيه والأعياد والاحتفالات دي كلها عناصر الدرس بس طبعا إشان هي كبيرة شوي احنا هنقسمها على حلقتين يلا نبدأ كده بتبقات المجتمع وفيه برضو عندي مصطلح في البداية جايب لي يعني إيه حياة اجتماعية المقصود بالحياة الاجتماعية هي مجموعة من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري في الملبس والمأكل والمشرب وغيرها يبقى عادات وتقاليد المصريين بيتمسكوا بيها جميع طبقات الشعب بيتمسكوا بيها في يعني شكل حياتهم في ملبسهم في المأكل في المشرب وغيرها بقى من مظاهر الحياة الاجتماعية عرفنا كده يعني إيه حياة اجتماعية طيب يعني إيه طبقة اجتماعية هي مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة يعني مجموعة أفراد كده مع بعضهم بينهم مصالح مشتركة وأهداف مشتركة وصفات مشتركة بنسميها إيه بنسميها طبقة اجتماعية فالمجتمع المصري هنا كان بتكون من مجموعة من الطبقات يبقى تكون المجتمع المصري القديم من عدة طبقات او فئات كانت بتمثلها او بيمثلها الشكل الهرمي يعني الطبقات ديت بيبقى معقولة على شكل ايه على شكل هرمي يعني على شكل هرمي يعني فيه طبقات صغيرة جدا وفيه الاكبر شوية الاكبر لغاية القاعدة الايه العريضة يبقى لو قال لي تكون المجتمع المصري من مجموعة من الطبقات على شكل نقطة اقول له على شكل ايه على شكل هرمي يطلق على المجتمع المصري المجتمع الطبقي ليه بما تفسر اقول له لانه كان يتكون من مجموعة من الطبقات على شكل هرمي تعالوا كده نتعرف عليهم الطبقة الاولى دي كانت فرعون وقسرته ودي طبعا اصغر طبقة في المجتمع فرعون وقسرته تمام دي كمة الهرم زي ما احنا شايفين اهو في الصورة أما الطبقة الثانية بتتكون من الوزراء وكبار الكهنة وحكام الأقاليم دي دول اللي كانوا في الطبقة الثانية الوزراء كبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم الطبقة الثالثة بتتكون من صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين دي طبعا أكبر شوية من الطبقة الثانية شايفين كل شوية الطبقة عملها توسع شوية قاعدتها توسع شوية الطبقة الرابعة كانت بتتكون من عمال الزراعة اللي هم الفلاحين بقى والحرفيون والرعاة دي طبعا اللي هي بتمثل القعدة العريضة ومعظم شعب مصر دي كده طبقات المجتمع المصري طبعا يعني مهم جدا ان انا اعرف كل طبقة بتتكون من ايه مجا اقولك الوزير ده فانه طبقة تقولي في الطبقة التانية اقولك مثلا ايه عمال الزراعة تقولي دول في الطبقة الرابعة الملك طبعا دي في الطبقة الاولى فوق خالص حكام الاقلين في الطبقة التانية وهكذا فتكون عارف كل طبقة مين اللي موجود ايه مين اللي موجود فيها طيب هو معنى ان المجتمع المصري مجتمع طبقي ان يعني كده فيه ظلم في المجتمع لا ما فيش ظلم ولا حاجة هو الظلم ايه الظلم ان انت ما تقدرش تنتقل من طبقة لطبقة لكن كان متاح للمصريين ان هم ينتقلوا من طبقة الى طبقة تمام يعني يعني ممكن مثلا عمال الزراعة دول والحرفيين والرعاب اولادهم مثلا ما يبقوش زيهم الشرط ان هم يبقوا برضا عمال زراعة زيهم ممكن يتعلموا ويبقى عندهم قدرات وخبرات وكده فده ياهلهم ان هم ينتقلوا للطبقة التانية يبقوا ايه يبقوا مثلا من صغار الموظفين يبقوا مثلا من اصحاب الحرف المتميزين طيب ممكن كمان انتقل من الطبقة التانية دي للطبقة التالتة صغار الموظفين دول ممكن يبقوا اكبار الموظفين ممكن يوصلوا المنصب الكاتب ممكن يبقى حاكم اقليم لو هو اظهر يعني زكاء ونبوغ وعبقرية مثلا في عمله دوت ممكن يوصل كمان لانه يبقى وزير تمام دي كانت ايه دي يعني كان المجتمع المصري يعني ممكن ان احنا بننتقل من طبقة الى طبقة وهكذا لكن كانت الطبقة اللي هي الاولى طبقة فرعون دي طبعا او الاسرة الملكة ده النظامها طبعا كان نظام حكم ملكي يعني ايه يعني كان الحكم بيكون في اسرة الملك يعني الملك مثلا بيموت بيجي ابنه او حد من اسرته من اسرة الملكة وهو اللي بيتولأ الحكم حتى تظهر اسرة اقوى من هذه الاسرة وتسقطها وتعمل هي ايه اسرة جديدة احنا عارفين ان حكمت مصر تلاتين اسرة فرعونية يعني هي مش اسرة واحدة اللي حكمت واستمرت لا فيه تلاتين اسرة فرعونية حكمت ايه حكمت مصر كانت احيانا الاسرة مثلا تيجي تضعف الاسرة اللي بتحكم لما بتضعف او اللي حكم فيها يبقى ضعيف تظهر اسرة تانية قوية تستولى على الحكم منهم وتقيم هي ايه الحكم وتبقى هي صاحبة النفوذ بس المهم ان يبقى فيه عدالة وفيه مسواب بين كل الطبقات ديت امام القانون زي ما قلنا يعني عامل الزراعة دوت زيه امام القانون زيه زي حكم الاقليم يعني بيحاسب امام القانون زيه بالزبط زي الوزير زي الكاهن زي حكم الاقليم وهكذا ما يبقاش فيه تمييز وده زي ما قلتلك هو اللي بينجح المجتمع وبيخليه يقوى ويستمر ويبقى فيه ترابط بين افراد المجتمع كده تعرفنا على اول عنصر هو طبقات المجتمع المصري القديم عرفنا فيه ان المجتمع كان على شكل طبقي هرامي وكان بتكون من اربع طبقات وعرفنا كل طبقة موجود فيها مين تعالى بعد كده نشوف العنصر التاني هو الاسرة والعلاقات الاسرية هي الاسرة دي بتتكون من ايه طبعا الاسرة هي نوايات المجتمع اسرة النجحة يبقى مجتمع ناجح لما تلاقي المجتمع ناجح اعرف ان الاسرة والعلاقات الاسرية النجحة جدا وفيه ترابط وود وعلاقات حميمة بين افراد الاسرة لكن لما تلاقي مجتمع فاشل ومتفكك وضعيف ومنقسم تعرف ان ده بسبب ايه بسبب العلاقات الاسرية الفشلة وعدم التربط بين أفراد الأسرة لأن الأسرة دي هي عبارة عن النواة هي نواة المجتمع إذا صلحت النواة صلحت صلحة المجتمع طبعا يعني لو البزرة سليمة الصمرة تبقى سليمة لكن لو البزرة فازدة مش هتسمر تتكون الأسرة من الأب والأم والأبناء يعني دي مكونات الأسرة أب وأم وأبناء لكل منهم حقوق وعليه واجبات بالنسبة للأب هو رب الأسرة يعني هو المسؤول عن أسرته واجباته إيه بقى؟ يرعى أسرته ويحميها يوفر ما تحتاجه أسرته يحرص على إسعاد زوجته ولا ينازعها يعامل زوجته بكل رفقه وحنان يساعد زوجته في المنزل إذا اقتضى الأمر ذلك يعني بقولش بقى لا ده أنا الراجل وانت الست وانت اللي تشتغلي لا بيساعد زوجته في المنزل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجته في المنزل وفي أعمال المنزل فده ما بيقللش من قيمة الراجل ولا بيقلل من قدره بل بالعكس ده خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني الراجل لما بيساعد زوجته في المنزل بيحرص على راحتها وسعادتها وتدوم السعادة بينهم والعلاقات الأسرية تبقى قوية دي كده واجبات رب الأسرة واجبات الأب طب حقوقه يبقى له حق الطاعة والتقدير والاحترام من زوجته وأبنائه طبعا يعني لازم يتعوه ولازم يحترمه طبعا زوجته وأبنائه تعالوا نشوف الأم احتلت الأم في مصر القديمة مكانة مهمة في الأسرة كان لها مكانة متميزة ومكانة مهمة إزاي؟ كانت بتعمل إيه بقى؟ بسبب ما تكون به من واجبات كان عليها الإشراف على شؤون بيتها من تنظيف وترتيب وطاهي يبقى هي المسؤولة عن البيت وعن أعمال المنزل التنظيف والترتيب والطاهي طبعا دي المسؤولية الأولى عليها بس زي ما قلتلك مشاركة زوجها ومساعدة زوجها ومساعدة أبناءها ليها فطبعا ده بيبقى في تعاون بينهم لعلشان تدوم السعادة بينهم ويريحوها شوية لأن الأعمال دي طبعا بتبقى يعني محتاجة مجهود كبير وتعب فلما يكون في مشاركة وتعاون بين أفراد الأسرة في أعمال المنزل فده يبقى أحسن طبعا كمان كانت بتقوم بتربية أبناءها ومساعدة زوجها في بعض الأعمال يعني هي كمان هو بتساعد زوجها في أعمال الحقل مثلا لو هو فلاح بيروح بيزرع في حقله هي بتساعده بتروح معاه تشيل الحشاشة الضرة معاه مثلا تقوم ببعض أعمال الزراعة جمع المحصول إلى آخره حقوقها إيه بقى لها حق الوراثة يعني ممكن أنها تورس والشهادة بيأخذ بشهادتها والتعاقد والبيع والشراء دي حقوق كانت بتمنح للمرأة في مصر الفرعونية ويمكن دي حاجة كانت بتميزها عن غيرها في مجتمعات تانية ودول تانية في الوقت ده فبعض الأماكن الأخرى والدول الأخرى ما كانش للمرأة أي حق من الحقوق اللي احنا قلنا عليها دي لا كان بيأخذ بشهادتها ولا كانت بتورس ولا كان بيتم البيع والشراء ما كانش من حقها أنها تبيع ولا تشتري ولا تتعاقد على شيء لكن في المجتمع المصري لا كانوا عارفين أن المرأة مهمة في المجتمع وليها حقوقها وكانوا بتأخذ هذه الحقوق وإحنا عارفنا طبعا أنه كان فيه سيدات وصلت للدرجة أنها حكمت مصر مثل الملكة حتشف سود تمام كده وعرفنا كمان أن المرأة كليها دور في النواحي السياسية والنواحي العسكرية زي الملكة يا حطب تمام اللي هي حمست ابنها أحمس أنه هو يعني يدفع عن مصر ويترد الهكسوس من مصر وتيتي شيري جدته طبعا واخدنا كمان مجموعة من النساء اللي هي كليها دور في النواحي الثقافية والفكرية زي مريت أتون اللي هي بنت إيه بنت إخناتون وغيرهم وغيرهم طبعا من النساء المصريات العظمات تعالوا بعد كده نكمل ونشوف الأبناء إيه بقى واجبات الأبناء التفوق في الدراسة يعني المفروض أن هم يتفوقوا في دراستهم أبقهم طبعا وأمهاتهم بيوفروا لهم كل سبل التربية السليمة والرعاية والإغزاء والملبس والمسكن وكل ده هم عليهم إيه بقى عليهم أن هم يتفوقوا في الدراسة طب إيه كمان احترام والديهم وساعدتهم في أعمالهم ورعاية كبور والديهم بعد وفاتهم دي كانت واجبات الأبناء طب حقوقهم إيه ليهم حق التربية وتعليمهم أداب السلوك الحميد والأخلاق الطيبة والعلوم المختلفة عرفنا كده يعني تقريبا نفس الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي في يعني في الأسرة نفس الحاجات بالنسبة للواجبات بالنسبة يعني أنت مثلا دلوقتي والدك والدتك بيوفروا لك إيه بيوفروا لك التربية الجيدة كل الاحتياجاتك عايز كتاب بيجفه لك عايز ملابس عايز طعام كل شيء بيحاولوا أنهم يوفروا لك بيعلموك كمان يعني أداب السلوك الأخلاق الطيبة أنت بقى عليك إيه أنت عليك أن أنت تتفوق في دراستك وتقدر أن أنت تحقق لهم يعني طبعا أملهم في أنهم يشوفوك إنسان عظيم ومتفوق في الدراسة كمان المفروض أن أنت بتحترمهم وتراعيهم وتبقى حريص على مساعدتهم تعالوا نشوف بعد كده المسكن والأساس مساكن المصريين الكدماء كانت بتبنى من إيه؟ من الطوب اللبن الطوب اللبن إيه الطوب اللبن ده؟ ده عبارة عن طوب من الطينة مصنوعة من الطين طاميين ييل بيعملوا كده بيلموا الطامي ده ويحطوه في أولب كده ستشاكل أولب بالطوب ويبنوا بعد كده منه إيه بيوتهم وبكان البيت بيتكون من طابق واحد أو طبقين طبعا مش محتاجين بقى أنهم يعملوا عمارة بسن كبيرة عشر وخمستاشر دور زي ما بيحصل دلوقتي لا أصلي لسه العدد صغير والبلد كبيرة ووسعة ويعني الأرض قدامهم متاحة كتير يعني فكان بيتكون من طابق أو طبقين مساكن المصريين كانت بتنقسم إلى عدة أنواع فيه مساكن العامة والأغنياء وقصر فرعون بالنسبة لمساكن العامة عامة الشعب كانت مساكنهم تتميز بالبساطة بسيطة جدا طبعا حجرة أو حجرتين حجرة للمعيشة وحجرة بيحطوا فيها أدواتهم وحاجتهم وهكذا دي كانت مساكن ايه العامة كانت بتفرش فرش بسيط جدا حصر بسيطة ويعني وسائط صغيرة كده يعني بيستخدموا أما بالنسبة للأغنياء كانت أقصر التساعا وأحسن حالا عن مساكن العامة دول بقى ناس أغنية بقى معهم فلوس فمسكنهم لازم يبقى مميز شوية عن مساكن العامة كان بيبقى فيها الحضائق الجميلة حواليها وأحيانا كمان كانوا بيحفروا برك من المياه كده برك مية يعني للمنظر الجميل وتلطيف درجة الحرارة زي دلوقتي كده بالزبط الفيلة اللي احنا بنشوفها وتبقى فيها حمامات سباحة دي يعني شكل مساكن الأغنياء في مصر الفرعونية وجدرانها كانت بتبقى محلاب الزخارف والنقوش المختلفة نشوف بقى كسر فرعون طبعا ده أحسن حاجة بقى أطخم حاجة تميز بالفخامة والاتساع أكبر حاجة طبعا في مصر وأطخم كسر في مصر هو كسر فرعون والأساس طبعا الجيد اللي في بعض الأحيان كان بيبقى مرصع بالجواهر ومطلي بالذهب والفدة وهكذا كده شفنا المسكن عند المصرين الكدماء طب نشوف الأساس تكون من أسرة وسائد مقاعد صناديق خشبية الأسرة ليها السراير يعني اللي كانوا بيناموا عليها وكانت مرتفعة قليلا عن الأرض والوسائد عبارة عن زي مخدات كده أو يعني مساند كده بيعودوا عليها أو يسندوا عليها ومقاعد برضو مقاعد خشبية مرتفعة قليلا على الأرض والسناديق الخشبية السندوق ده يعني اللي كانوا بيحفظوا في ملابسهم أو أي شيء قيم عندهم دي كانت هو ده شكل إيه ده شكل الأساس عند المصرين الكدماء سناديق خشبية لحفظ الملابس وفي موائد وأوعيد طعام ومياه الموائد زي ما انت شايفه هو في الصورة هي يعني زي ايه كده زي السفرة مثلا حطوا عليها الطعام ويجتموا حوليه اختلف الأساس من منزل لأخر حسب الظروف برضو المعيشية للأسرة يعني زي ما المساكن كانت مختلفة برضو الأساس كان بيختلف حسب ظروف الأسرة نكمل مع بعض ونشوف الملابس والزينة هل الملابس كانت مختلفة؟ اختلفت ملابس المصريين في مصر القديمة طب ليه بقى بسبب اختلاف طبقات المجتمع؟ لأن برضو المجتمع كان طبقاته مختلفة من طبقة الأخرى فالملابس كانت بتختلف ملابس العامة كانت بتصنع ملكتان أما ملابس فرعون والأغنياء تصنع من الحرير المستورد من فنقيا وكانت بتطرس بالذهب والفدة نيجي بقى للزينة أحب المصريون الكدماء التزين فاستخدموا العقود والأقراط والأساور والعطور والأمشاط والحنة والكحل والخواتم دي أدوات الزينة اللي كانوا بيستخدموها يبقى تعرفنا كده عن ملابس المصريين وعلى أدوات الزينة عندهم عرفنا أن الملابس كانت بتختلف باختلاف طبقات المجتمع كمان زي ما انت شايف في الصورة بتختلف طبعا بين الرجال والنساء شايف ملابس النساء طبعا طويلة بتغطي الجسم أما ملابس الرجال يعني كانت قصيرة تمام زي ما احنا شايفين أهوة في الصورة ملابس العامة كانت بتصنع من الكتان أما الأغنياء وفرعون من الحرير المستورد من فنقيا وتطرس بالذهب والفدة زي ما قلت والزينة طبعا هم كانوا بيحبوا جدا يتزينوا وحرسين على نظفتهم طبعا وجمال مظهرهم فكانوا بيستخدموا أدوات زينة كتير زي العقود زي ما قلت والأساور والعطور والأمشاط وإلى آخره بقى بكده بنكون خلصنا الجزء الأول من درسنا تعالوا كده مع بعض نشوف التدريب ده هنا طبعا عندنا بيقول لي أكمل المخطط الآتي طبقات المجتمع المصري القديم زي ما انت شايفة هو فيه أربع طبقات في المجتمع طبعا أنا هسيب لك بقى أنت هنا تكتب لإيه تكتب الإجابة يعني هتقول الطبقة الأولى فيها مين والتانية والتالتة والربعة تمام زي ما قلت لك مهمين ولازم تبقى عارفهم وتحفظهم هنا بقى في الجدول ده بيقول لك كارن بين عامة الشعب والأغنية وفرعون بنكتب شكل المسكن عند عامة الشعب والملابس بتاعتهم والأغنية وفرعون وضح حقوق وواجبات كل من الأب والأم والأبناء بنكتب الحقوق والواجبات عنده كل منهم داخل الأسرة الفرعونية القديمة هتحل دوت كواجب عليك على الدرس زي ما قلنا وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل بقية الدرس وشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة